موسيقى السلام لبنات ومرحبا بكم معايا في قناتي عالم المرأة مع سوسو اليوم بإذن الله فيديو جديد سنحضروا واحد المسمن معمر كي يأتي غزال بزاف والطريقة سهلة لا يحتاج لطوراق الوال يتحدث دقائق معدودة لنبدأ أول شيء بالحشوة استعملت هنا حشوة اقتصادية وكجلدة استعملت هنا بصلة كبيرة أو جوج صغر استعملت جوجة القرعة محقوقين استعملت جوجة الجازار محقوقين استعملت الكلوة يعني حكيتها بالشحمة ديالها بكل شيء كتكون مجمدة وكننحكوها وكنحتاجون معدنوس الملح الفلفل أحمر مع القاس كينجبير الإبزار ممكن نعوضه الكلاوي يعني الكلوة اللي حكينا ممكن أننا نعوضها باللحم المفروم أنا بغيت باش تكون الحشوة اقتصادية وتكون في متناول جميع نأخذ مقلات نضيفها لكلوة الشحمة نضيفها القليل من الملح ونضيفها نضيفها بصلة لشل النار نضيفها نضيفها جوجة الجزر أو خيزه محقوقين وكذلك القرعة أو الكوسة جوجة قرعات محقوقين ونضيف الملح لأن هذا الشحمة سنضيف كل شيء فوق النار حتى يتشحر مزيان ونضيفه من المكونة نضيفها ونضيفها الفلفل الأحمر ونسمع الفلفل الأسود ونضيفها أن الحشوة يسحر ثم نماته نضيفه حتى يكون لكي أشكده أجهزة لانساق الملح ونصبك ونقوم بتجميع الملح لانساق الملح سنأخذ الزيت ونحتاج السميد سميد رقيق او دقيق القمح الممتاز سوف نأخذ الكرة الأولى سنصرها قليلا بسطة ونأخذ الكرة الثانية بنفس الطريقة قليلا بسطة وكذلك نعود بالنسبة للكرة الثالثة قليلا بسطة قليلا بسطة سيقول لكم هذه الملويرة يزوين بسطة ويأتي سهل سوف ندهن الطبقة الأولى بالزيت مزيان ونأخذك سميدة رقيقة سميدة رقيقة او القمح الممتاز سوف نرش بها الكرة الأولى مزيان كي تشوفوا في الصورة وندهن الزيت ممكن اللي كتعجبوا الزبدة عزيزة للزبدة ممكن يستبدل الزيت بالزبدة وسوف ندير الطبقة الثانية وبنفس الطريقة حتى هي ندهنها بالزيت وندهن لها سميد او الدقيق القمح مزيان كي تشوفوا في الصورة كي تشوفوا في الصورة سوف يكون ملتسقين سوف نزيد الطبقة الثالثة لا يوجد لها أي شيء سوف نحصل على ثلاثة طبقات سوف ندهن كي نصرحهم ونبسطهم جيد كل ما رققنا على الكورات كل ما كانت أحسن وكل ما يأتي بسمن يعني كي يجي هشيش وكي يجي مورق وكي يجي غزال بثاف وحتى العجينا يعني فاش ندلكوها نقسموها لثلاثة الكورات ونجعلوها ترتاح يعني باش هكا تسيخ ومنين نكونوا ونصرحوا فيها كي نقرحنا بالدريجة كي نعطي الطوع يعني ما تقطعش او تمزق وكتصرح بكل سهولة كي تشوفوا في الصورة يعني ما نحتاجوش اننا نبدلوا معها شي مجهود كتير سوف يقول لكم سوف نستمر ورقق العجي مزيان كل ما رققناها وكل ما كانت النتيجة مزيانة وكل ما يأتي بسمن او الملوي اللي غنحضروه شي شو مقرمش سوف يدبن بعد ما سرحتها هذا هو السمك ديال هكي كي تشوفوا سوف نحاول نديرها على شكل مربع ومن بعد غني ناخد الحوشوة يعني غني ندهنها اولا بالزيت مزيان سوف ندهنها يعني كاملة ومن بعد الزيت مزيان سوف ناخد الحوشوة بعد ما تكون بردت ضروري ما نخليها تبرد يعني باش من نديرها فوق العجيل هكي ما تقطع لنش العجيل ولا ما تمزقوش يعني الحوشوة تبقى الداخل ما تقول لكم ما تقطعش يعني رحكي جزوينة بالزايف غي جربوها وطريقة سهلة وبالنسبة للحوشوة نديروا الكمية اللي بغينا وكذلك العمارة يعني كتبقى اختيارة انا فضلت انني ندير هاد الحوشوة اقتصادية باش كل شي يعني يتمكن انه يصيب المسم المعمار اللي عندو اللي ما عندوش ماشي ضروري حتى يكون اللحم المفروم او اللي يكون يعني شي قوام كتير غيب الساهل نقضي ونصيبو حويجات الداد اللي مالا سافيكي كتشوفو انا بسط يعني الكيمية كاملة كان بسطوها بيدينا هكي فوق ذلك العجين اللي سايبنا بها الطريقة ويعني يعني را ما تحتشي حوشوة كتير وصفين من بعد ما بسطنا يعني كمية كاملة غادي ناخدو العجين وغادي مقاو نديروه على شكل رولي غادي مقاو الرولي وهكي كتشوفو في الصورة الرولي وهم زيان يعني حتى نوصلو الاخر احنا غادي نحنا كالرولي حتى نكملو يعني كامل ونحصلو على رولي هدا هوا الشكل يعني كيكولكم بني كأنخليو واترتاح را ما كتمحناش وما كتبتش او لاتمزق سافي نستمرو كالرولي وهالا هات الشكل حتى كنكملو حتى الاخر وكنحصلو على واحد الرولي هذا هو الشكل سوف نأخذ سكين او قطاع البيتزا نقطعه بالطول كل ما كان طول كبير كل ما كان ملوية او ملوية او ملوية او ملوية او صغيرة نقطعه الدوائر ايضا نقطعه الشرائط تكون صغيرة هنا قدرت 4 كبارين يمكن اضع 8 صغيرة لاحسب الرغبة لكل ما سوف ترى ترك السفيد يجب ان افتح و يجب ان افتح كان يكتش و يجب ان افتح كلها الاجين هي اللي سوف تغطي كي اغطيبها و يجب ان افتح اضعها كبير و يجب ان اشكولها الدائرة كيف تشاهدون في الصورة على هذا الشكل نعود الثانية نفس الطريقة يعني انا ما بغيتش نزرب باش كوش يتمكن الطريقة وراها سهلة وكتعطينا يعني كنحضر مثل في وقت قصير بزاف وكذلك حتى الكميان يعني نحضر الكيميان اللي بغينا رغم كياخد شي وقت كبير انا هنا يعني معاكم ما زربتش الفيديو ما نقص منه وما لو خليته كما هو باش تشوفو بالتفصيل سوف نكمل يعني بنفس الطريقة سوف ناخد الرولي الثاني وحتى هو نفتحه واحد شوية ونبسط العجين ونجمع ذلك العجين في الجواني بنغطى بها ذلك التوقوب ونضعها على هذا الشكل سوف نكمل كمية كاملة يعني ذلك البعض المسيمنات او الملوي اللي عندنا كامل بنفس الطريقة ومن بعد نخليه يرتاح واحد شوية كامل بنفس الطريقة كامل بنفس الطريقة يعني كامل بنفس الطريقة كامل بنفس الطريقة كامل بنفس الطريقة من بعد هذا الأثناء سوف نتحرك او الفرح فوق البوطع لأنه مهيلا كامل بنفس الطريقة لأنه ملوي أو المسمن لأنه يطيب في خاطره ونأتي من الداخل المعجن ونحرق لنا سوف نسرحها في هذا الشكل لا نحتاجه نضيفه هذا الشحمة ونضيفه 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 كامل بنفس الطريقة ونضيفه كامل بنفس الطريقة وكامل بنفس الطريقة فلا تنفخ ونأتي مخرج وكامل بطريقة ونفحت وانه يقوم بكون وكل مرة نقلبه يمكننا إعجاب توقيت بطريقة أو المسمن ومن المعجن ونقلبه وكامل بالنسبة لأنه ينجب ونقلبيه ومكانت بخاطره لا تخطف لا يأتي من الداخل برامة محمر سوف يأتي مقرمش وعندما تكون طيب فيه سوف يبدو أنه ينفخ وبهذه الطريقة نحضره كمية كبيرة دقائق معدودة لا يحتاج منه وقت كثير أو تقنيات سوف يأتي من الداخل سوف يجربه سهله بلين في نفس الوقت ويأتي مقرمش وهذا هو الشكل النهائي الملوي أو المسمى الذي حضرنا اليوم بطريقة جديدة لا يحتاج طوراق ولا يحتاج جهد أو العناء سوف يأتي برامة مقرمش ويأتي ملدخل مورق ويأتي كمية لا بأس بها في وقت كبير سوف يأتي مورق ويأتي عامر سوف يأتي الحشوبة سوف يجربه سوف يجربه سوف يجربه في رمضان في المائدة الرمضانية سوف يجربه في رمضان أو في الصباح سوف يجربه سوف يجربه سوف يجربه سوف يجربه سوف يجربه أول مرة تشاهد القناة سوف يتعبونه ويشترك معنا في القناة عالم المرأة مع سوسو ويضغط على زر اشتراك ويجربه 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 إلى فيديو مقبل إن شاء الله ويجربه ويجربه